تمنى الجميع يكون راضي عن نفسه وراضي عن عمله ويبحث عن تطوير نفسه والتقدم لكن نحن دائما نقول كمان لله ما فيها الحالة الكاملة ممكن تشوف أنت هذا الشيء أنه عند الآخرين ولا فيه تجارب الآخرين ولكن أنت ما تعرف كل القصة فما فيه شيء كامل نرجع عند الشيف سمير نحن من الأكلات المشهورة في حلب أكلة الأرمان وأعتقد أنه أصل كلمة تركي من أنواع الطعام المعروفة يطبخ في أساليب عديدة منها اللحم بالعظم أو بدون أو مثلي يسلق ويضاف إليه ماء ما يعادي ولا فيه أنا بستعمل دائما بالطبخ بشكل عام بستعمل الطبخ بشكل عام أنا بستعمل ميت اللحم لكي أعطيك مركيهات بسبب وجود العظم بسبب وجود المعطيرات كما نرى أدامنا فهي تضيف نكهة وبالتالي طبعا يفضل استخدامها إذا ما فيه ماء سخنة دائما ماء سخنة تمشي لها طيب من وين تحب إحنا نبتدي شرح عن هذه الوصفة؟ أوكي ببساطة أول شيء خلينا نطفيهم شاء لا يحترق عن المبصيرات أوكي سلم إيدك هلأ سلق اللحمة إذا دائما يفضل نستعمل لحمة الغنم أو المتن إذا بالعظم غنم أو ماعز غنم أوكي المتن؟ لا أنت قلت مطن مطن هي الغنم صحيح؟ لا ماعز ماعز يس أوكي اللام هو الغنم؟ اللام هي اللام بسوريا مستعمل بحلب بالتحديد مستعمل غنم أيوة اللبن الذي يطبخ فيه إلا اللبن غنم ممتاز نحن نقول أصول الوصفة أنها تكون لحم غنم لحم غنم حتى الحليب أو اللبن عفوا اللبن يكون لبن غنم هذا الأساس لكن اللي ماعنده ممكن طبيعي في حال ما حدا كان محابين طعمة الغنم يمكننا استبداله بالبقر لما نستخدمه بلبن البقر نريد ننظيف معه إشيات تانية تمام لا خلينا على أصول الوصفة أوكي الوصفة تقريبا هون نحن ببساطة عم استعملنا 2 لتر لبن عم أضيف معهم أربع كاسات من مرأ اللحم اللي طبخت فيهم اللحم أوكي وهلأ تقريبا صلى شي خمس دقائق على النار كمان شي دقيتين نضيف اللحم المسلوء بنسخنه وبنقدمه هون عنا الرز كمان هاني سمعت انك تحب الرز والله صحيح احنا جهزنا الرز يعني مقدما رز بشعيرية هذا سهل تصور رز بشعيرية صحيح سهل احنا سنتعرف على خطواتها لكن هذي في فرق بينها وبين الشاكرية الفرق صحيح وبسيط وجود البصل بالشاكرية في بصل كثير الأرمان ما في بصل وبحلب أصل الأكلة هي تنطبخ مع طعم الدهن شحم شحم الغنام ولكن انا بحاول نتجنب قدر الأمكان بشأنه صحيح اذا نقول سهلة ننسلق اللحم أول شيء بعدين ناخذ من ماي السلق نحطه على الزبادي صحيح أو الروب أو الخافر أكثر من تسمية ولكن تحريك هذا لازم طبعاً لنمنع التصاق اللبن بحواف الوعاء الطبخ شغل اثنين لن يطلع معنا ألوان لأنه اللبن إذا صحتين هنا الألوان إذا لازم اللبن بالوعاء يعطي لون ويعطينا كم وطيبة الآن نضيف اللحم ولكن اللحم يكون مستوي حسناً لا لا تمام والله يا شيف اليوم يبدو لي نتذوق شيء مختلف معك صحيح والله لا لا أعجابكم وما بدي أي مجابلات بصراحة إذا لم أحب بيته لا لا نحن لدينا شك بالنتيجة ونقول لشيف سامير أنه نحن اليوم نسوي معها رزب الشعيرية صحيح لكن في أشيء ثاني ممكن نقدم معها برغل مثلاً؟ أصولها بحلب البرغل أصولها بحلب سابقاً يعني كما تعرف كان ببلاد شام أكثر شيء انتشار نعم بعدين دخل الرز علينا صحيح فهي أصل أكلة بتتأكل بالبرغل بالبرغل مش بالرز ولكن عملت الرز لأنه أغلبية الناس تحب الرز صحيح لكن لو سويناها مع برغل يعني يكون طبخ البرغل العادي أنه ينسلق وخلاص طبيعي مثل يعني نفس المكونات كمان مرأة السلق دائماً مرأة السلق تكون من اللحمة أو من الجاج في ناس بتعمل الأرمان أو الشاكرية بالفروج بالفراخ آه ممكن طبعاً بس لكن نحن هون طلعنا من الطبخة الأصلية الطبخة الأصلية هي لحم فقط باللحم وعفكرة أصل الأكل أصل أصل الأكل هذا الوصلة هي من أرمان يعني كلمة فارسية كما يقال هي كلمة فارسية أرمان من اليسر من كلمة اليسر هيك شيء كما يقال ولكن هي مأخوذة من التركي أرمان كبابي أرمان هي أرمان كبابي كبابي من الكباب اللحمين أو من الشيء المشوي وأرمان أرمان يعني ما عندي ما عندي اطلاع كافي على الكلمة ولكن تختلف التسميات ولكن الأكيد أنه حلب بالشام باللبنان نعم نعم في ناس تعملها بالكبة بالكبة صحيح لحمة كبة لبنية لا ليس كبة لبنية مختلف عن كبة لبنية ممتاز يعني الوضع سهل بالمبدأ يعني أنتم شايفين الأكل جاهزة كما راح نخليها جاهزة حالة تقريبا صار جاهزة راح نعمل تقديم يلا أنا بس بديك شوي اللحمة تاخد من نكهة اللبن نعم لأنه طبقتها بالمرأس خلق خذ راحتك شكلك يا عاني جوعان خذتا لا يوجد من مانع أن نتذوق أعطيني رأيك الحقيقي تحت الهواء فوق الهواء لا يوجد مشكلة لا يوجد مشكلة أعطي إيدي خفيفة من تأخر مرة أنت عملت هذه الوصفة؟ أنا أعملها في شكل دوري بصراحة أنا أحب أكلات اللبن كثير يعني من شيء ثلاثة سبيع شهر أعملها بشكل دوري ممتاز من الناس قبل الأكلات خلينا نقدمها هلأ والمطبخ الحلبي حقيقي مطبخ أولا هو عريق ودائما مميز بالأكل الدسم جدا جدا نحن معروفين باللحم بالدسم بالطريقة التدبيلة طبعا الكباب والمحاشي أكيد والعلم دي ما نحكينا عن البرغل أنت بتعرف بحلب المحشي اللي هو الكوسة والبادجان والورا عنب كان بالبرغل أنا والدتي مثلا تخلط البرغل مع الفريكي أيها بنحبه كتير متعودين عليها والله فكرة 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 يالله جادينا طيب نغرف شرايك يالله أقول يا رب بدك نقدمها بطريتي ولا بدك نقدمها من طريقة عادية لأ طريقتك ليش طريقة عادية أنت موجود بعد ليش نروح للعادي أنا بحب أضيفوني عامل زيت أخضر هو زيت عادي وضيف له بقدونس زائد بصل أخضر أيها زيت نباتي زيت نباتي وممكن نعمل زيت الزيتون أنا بتحاول تجنب زيت الزيتون لأنه فيه نكهة كتير أوية صحيح هذا بتسمى بالمطابق العالمية موزيك سوس بسبب موزيك يعني لحم فيه عظم أو لم؟ طبعاً هذا هو أنا الأمانة أنا بحب اللحم بالعظم أيها لأنه يعطي نكهة أصلاً للمرأة لكل شيء صحيح طيب تبيدي أساعدك بالرز تريد أن تحب ليس لأ أقصد أنه يعني أساس نتذوق وهيك نحن يصلنا جاهزين يا السلام شوية ألعاب العيد ألعاب العيد يالله طبعاً هذا ورق الزوري بسموه ورق الزوري ورق الزوري زوري كرس أيها فيه نكهة نكهة الرنفل اللي هي باللغة العامية شايف إحنا بحقيقة يعني وقتنا يالله خلصنا فنبس أساس نبدو الرز ممتازة السلام يا السلام محمد العيش محمد العيش محمد العيش رز فيه أي توصيات أي ملاحظات أو الوضع طبيعي الوضع طبيعي بفضل استخدامي هذا مصري هذا رز مصري برافو علي هلله معرفتها كبيرة ما أحبتها بفضل 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 هناك شوية العيش نشكرك على العيش نشكرك على العيش كثير اليوم العيش دني عيد شوية طبعا هناك يالله سلمني أنا أدل بالمطبخ ترى مطبخ ممتاز 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 يا سلام أنت بما أنك أنت موصيني أنه أنا يعني بدي راياك الحي هل تفضل يعني ناكل أول شيء؟ هلأ دوء من دون الرز وبعدين أعطيني راياك يالله سوري بس أنا بقطعة لحم بسم الله والله صدق والله أدعم سلام إليك الفانية